موسيقى يا مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصر تنتخب مصر فعلا هتنتخب وستجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في موعدها الشهر القادم ومحدش هيقدر يغير مصرنا الانتخابي ولا ممارسة المصريين لحقهم الدستوري والانتخابي وحقهم في اختيار رئيس قادم لمصر بقوة سفينة الوطن اللي هي بر الامان وسط ذلك الامواج المتلاطمة اللي بتشهدها المنطقة خاصة في اقتغزها ووسط مخططات صهيو امريكية طبعا للأسف الشديد بتهدف لتهجير الفلسطينيين الى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر ولكن هي هات دي بس رسائل حبينا نبتدي بيها حلقتنا النهاردة قبل ما نروح لأخبارنا الكتير النهاردة طيب لأن الأخبار كتيرة فخلينا نبدأ معاك من الأول خبر معنا استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي سيد عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاث بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة السفير الفرنسي السيد مارك باريتي والوافد المرافق له وكان في الاستقبال الوافد المستشار محمود فوزي طبعا رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وكان برضو موجود عدد من الخبراء ومستشاري الحملة في بداية اللقاء تم إلقاء التحية والترحيب الحملة بالوافد والزيارة والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية قال أن الحملة تقدر زيارة السفير الفرنسي بالقاهرة لمقرها كما زارت مقرات الحملات الرئاسية الأخرى حيث أن العلاقات السنائية المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية وثيقة شهدت طبعا تقاربا كبير خلال التسع سنوات الأخيرة على مختلف المستويات أيضا تمثل فرنسا لمصر شريك اقتصادي بالغ الأهمية هناك اتفاقات في عدة مجالات وأيضا لافتا إلى التعاون المشترك بين البلدين في ملف الهجرة غير الشرعية مواجهة الإرهاب قضايا الأمن المناخ البيئة وخلافه فضلا عن توافق الدولتين في القضية الفلسطينية حول ضرورة حل الدولتين والتسوية السلمية وأيضا سمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة أو الهدنة الإنسانية المخترحة في غازة أكد رئيس الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حرص القيادة السياسية القيام بتنمية شاملة على كافة المستويات رغم طبعا التحديات وده إيمانا من سيادته بأن البنية التحتية هي حجر الأساس اللي بينطلق منه قطار التنمية طيب من جانبه أكد السفير الفرنسي مارك بارينتي أن هم بيتابعوا نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي مسمنا اهتمام الحملة بكافة فئات المجتمع وخصوصا الشباب والمرأة طيب إذ أن مصر يعني تعني لفرنسا الكثير وأنه بالفعل هناك شراكة استراتيجية بين البلدين ويبتزداد عمقا كل يوم أشار إلى أهمية مصر في المنطقة وفي العالم والبحر المتوسط يعني ما أجعلهم متمسكين بالاستقرار وبالأمن في مصر ونوه على التعاون القائم مع مصر في المجال الأمني ومكفحة الإرهاب وطبعا سمن دور مصر في تطوير وتنمية البنية التحتية كويس كده طيب في الزيارة عبر السفير الفرنسي عن سعادته يعني أو سعادة الرئيس إيمانويل ماكرو بزيارته الأخيرة لمصر وأنه هم يعني شايفين أن الموقف المصري يعني بناء للغاية ويمكن الاعتماد عليه من أجل تحقيق تقدم كبير أوي في القضية الفلسطينية وأن مصر بتلعب دور في الحل السياسي الشامل في المنطقة ده كان كلام السفير الفرنسي وكان تعليق ماكرول في مبعد زيارته لمصر عندي خبرتان وهو أن أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تصريحات السفير الفلسطين خلال زيارته لمقر الحملة الرئيسي بالقاهرة وده كانت الزيارة كتنبارح قبل كده واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة السفير الفلسطيني في مصر السفير دياب اللوح وفد من الجالية الفلسطينية كان في استقبال السفير الفلسطيني والوفد مرافق له المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بدأ اللقاء بتحية وترحيب طبعا من جانب الحملة بالوفد وبالزيار واكدوا ان الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم وهو استكمال لموقف الشعب المصري سابت تجاه القضية بالدعم بالدعم لأشقائنا في فلسطين مشيرا لان الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية فضلا طبعا عن دعوته يوقف اطلاق النار وارسال الدعم الانساني والطبي لغزة وعبر طبعا مسندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين منددين بما يحدث من قصف اسرائيلي على المدنيين في غزة لتعد اعتداءات خارج كل القوانين والقوعد عشان رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة انسانية بغزة ووقف اطلاق النار ودللته الكبيرة للتعبير عن الضمير الدولي واضف ايضا ان هناك قناعة عند جميع المصريين بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل كامل ونهائي من خلال حل الدولتين وايضا من خلال الحفاظ على حقوق اشقاءنا في فلسطين ده كان كلام رئيس الحملة المستشار محمود شوزي طيب كلام السفير دياب اللوح قال ايه ان الرئيس عبدالفتاح السيسي انقذ مصر من مخططات خبيثة اعتها بعد كده للطريق الصحيح واشار ان مصر دولة عريقة ذات حضارة تتحرك منذ قديم الزمان للسلام والوقف اطلاق النار منذ اللحظات الاولى من خلال بقى التحركات المستمرة للسلام بالمنطقة وايضا استقبل سيد الرئيس قادة وزعماء العالم كله وايضا استمراره في الاقتصالات الدائمة للوصول لحل عادل في القضية وايضا مسألة وقف اطلاق النار لعم السلام على المنطقة كمعجه ايضا السفير الفلسطيني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب على المواقف المشرفة في الدعم والسند التاريخي المستمر للشعب الفلسطيني والقضية عماته فضلا طبعا عن الجهود المصرية الحسيسة على ادخال المساعدات الى غزة وتهديئة الاوضاع والتأكيد على الحق الفلسطيني في اراضي كويس يبقى دي كانت زيارة سفير فلسطين بالقاهرة وده كان كلام الحملة وكلام مساعدة السفير طيب عندي بردو خبر تالت النهاردة وهو ايضا استقبالة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفد من اتحاد الغرف السياحية برئاسة احمد الوصيف هو طبعا رئيس اتحاد الغرف السياحية كان ما عدد من الاعضاء كان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية المستشار محمود فوسي طبعا بدأ اللقاء بترحيب لوافد اتحاد الغرف ومؤكد ان قطاع السياحة له اهمية كبيرة اكيدة طبعا في دعم الاقتصاد الخاص بالدولة ومشيدا بدور الاتحاد في نشر الوعية عن طريق بقى التقرير السنوي الذي يبرز جهود الدولة في قطاع السياحة وتحقيق استراتيجيتها الوطنية للسياحة المستدامة طيب من جانبه اشد وفد اتحاد الغرف السياحية بما حققته الدولة من انجازات وتنمية في جميع المجالات وبما حققه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من استقرار وامن الدولة المصرية على مدار تسع سنوات ماضية ودعمه المتواصل تحديدا لقطاع السياحة هو من عكس على النهوض بقطاع السياحة في مصر واكدوا على قيامهم بدورهم في نشر التوعية بين المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومرسط حقوقهم الدستورية والحفاظ عليها عندي خبر برضو مهم هو ايضا ان الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة استقبله وفد من الاتحادات الرياضية برئاسة هشام حطب رئيس طبعا اللجنة الاولمبية المصرية ايضا كان في الاستقبال الوافد المصر شهر محمود في بداية اللقاء تم القاء التحية والترحيب طبعا بالزيارة والوفود الموجودة وقاد رئيس الحملة الانتخابية لكل الرياضيين وقال ان رؤساء الاتحادات الرياضية لديهم قوة شبابية كبيرة از يوجد اتنين وخمسين اتحاد للالعاب الرياضية ده طبعا هذه الالعاب تعد عمود ارتكاز لاغلب النجاحات الرياضية ولفت ايضا ان القيادة السياسية كانت حريصها خلال التسع سنوات الماضية على الاهتمام بعمل التنمية على كافة المستويات وايضا كان هناك اهتمام واضح بملف الرياضة يعني وطبعا بدأ يشرح الاقامة المشاهدات الرياضية وتطوير ملاكس الشباب وتطوير الملعب الخماسية والصلاة المغطة وغير وكل ده رغم الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم وايضا كان يسمى تخصيص الدستور المصري نصا خاصا بالرياضة لأول مرة منحها استقلالية للاتحادات الرياضية فضلا عن جهود مبادرة حياة كريمة في اكتشاف الموهوبين بالمراكز وبالقرى وفي كل الاماكن طيب من جانبها بقى اشهد وابدوا رؤساء الاتحاد الاتحادات الرياضية اللي كان بيزور الحملة بانجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بما في ذلك التي شهدتها الرياضة والبنية التحتية للملعب الرياضية اللي سهمت في اقامة البطولات الاقليمية والعالمية على عرض مصر انتوك طبعا فاكرين بدينة الالعاب الالنبية وحصول مصر على العديد من المدريات وتشجيع طبعا سيادة الرئيس للعابين الوفد ايضا اشار انهم حريصين على توعية الطلاب والشباب واثرهم بضرورة بس الروح الوطنية اهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاقات الدستورية للظهور بالشكل الامثل للدولة المصرية عندي خبر تاني النهاردة خاص بحزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بيتكلم فيه عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لحملة مسيرة ومصار هي الحملة اسمها كده بمقار الامانة المركزية للحزب بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة طبعا او المقرر بدء التصويت فيها للمصريين بالخارج زي ما احنا عارفين ايام واحد واثنين وثلاثة وفي الداخل ايام عشر وحداش واثناشر من ديسمبر القادم قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري ان الحزب بيتحرك في المحافظات وفق رؤية واضحة وممنهجة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا بيحس المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية والحشد امام اللجان للتصويت للمرشح عبد الفتاح السيسي باعتباره ان دعم الرئيس ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الانجازات هذه الانجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية ولمواجهة ايضا التحديات الاقليمية والدولية في ظل حالة الاضطرابات الشديدة اللي تشهدها المنطقة خلال الاجتماع ايضا التنظيم الاول لغرفة العمليات المركزية رحب النائب احمد مهنة وهو طبعا نائب رئيس الحزب والامين العام بكوادر وخيادات الحزب المشاركين في غرفة العمليات المركزية واكد ان الحزب بكافة قواعده الحزبية بيدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب امناء اللجان المركزية وامناء المحافظات والوحدات القاعدية بضرورة تكسيف العمل خلال المرحلة القادمة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ايضا ان الحزب سيكون له دور مهم في حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية ايضا دكتور احمد بيومي الامين العام المساعد قال ان الحزب بيتحرك بشكل ايجابي وقال انه بيمتلك الكوادر المتميزة القادرة على حشد المواطنين على المشاركة الايجابية وحشدهم ايضا امام اللجان واكد دكتور احمد الريس امين التنظيم المركزي ان بدء تفعيل غرفة العمليات المركزية لحملة مسيرة ومسار على مستوى مركزي متصلة بغرفة عمليات فرعية في كل محافظة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وبتمثل نقطة انطلاق جديدة بالفعاليات اللي بينظمها حزب الحرية المصر وبعد المجهود الكبير اللي بزلوا اعضاء الحزب في جميع التوكيلات لدعم ترشيح الرئيس ايضا اضاف ان حزب الحرية المصري اعتمد خطة متميزة للتحرق خلال الفترة المقبلة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا ان الحزب يعني يقوم بعدد من الفعاليات اللي تهدف الى التفاعل الايجابي من جهة مع المواطنين ولتعريف المواطنين بحجم الانجازات اللي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحس الناخبين على المشاركة الايجابية في الانتخابات طبعا من بينها عقد مؤتمرات جماهرية بالمحافظات المختلفة تكسيف حملات طرق الابواب بالقرى وبالعزب وبالنجوع وماكن التجمعات في المقاهي ومراكز الشباب والنوادي والتجمعات العمالية وخلافه من خلال امانات المرأة والشباب وايضا زاوي القدرات الخاصة فضلا عن اطلاق مسيرات حشدة لحس المواطنين على التصويت في الانتخابات واكد ان الحزب هيقوم بعديد من الانشطة والفعاليات وايضا المؤتمرات الجماهرية وحملات التبرع بالدم ويعني هو بيرى وراني طبعا دراجات ولقاءات اخرى مع طلاب الجامعات والمرأة للتوعية بدرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية فضلا عن تسهيل وصول الناخبين الى الجان الانتخابية وخصوصا كبر السن والسيدات وايضا تكليف ومنائل وحدات القاعدية بالمرور على الاسر العائلات قبل يوم الانتخابات لحسهم على المشاركة في التصويت دي طبعا كانت رؤيته بالنسبة لحزبه وهو شايف ان حزبه اختار خلاص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقر على ذلك من باقي المرشحين الأفاضل السلاسة المتوجدين اللي هو طبعا يعني حملتهم ما اختارتوش او عفو الحزبه ما اختارهمش في المساندة طيب النهاردة يعني في خبر بيقول ان الواء عصام سعد محافظ اصيوت شاهد انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية شارك الكلمة كلمتك دي طبعا تخص الانتخابات الرئاسية في مصر الفين اربعة وعشرين لقاء العاصمة والذي تنظمه الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب الرياضة بقاعة المؤتمرات الكبرى بدوان عام المحافظ تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة ده جي بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب الرياضة طبعا في اصيوت والدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق بجامعة اصيوت سابقا وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب الرياضة بالمحافظة وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين التنفيذين بالمحافظة ولفيف بقى من الشباب وموصل البرلمان الشبابي بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري تلوة آية من الذكر الحكيم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين تلاها كلمات الحضور وايضا المحاضرة الرئيسية ألقاها الدكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولي والعميد السابق وليلة الحقوق جامعة اصيوت الذي اكد خلالها على همية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل واكد على الادلاء بسطتهم في صناديق الاقتراع بعتبر ذلك واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطن خاصة في بطار التحديات اللي تواجهها الدولة المصرية خلينا اقول برضو ان حافظ أصيوت لفت الى ضرورة نشر الوعي والتسقيف السياسي لحس المواطنين والشباب على يعني انهم يبدوا برأيه واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في تصويت له ويعني لازم من الانتخابات تعكس اردت المصريين الحرة وتطلعتهم واملهم في المستقبل وطالة محافظ أصيوت الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع طبعا المساهمة في توعية فئة المجتمع بكافة ربوع المحافظات باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع والقدرات الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية او الاقتصادية والسياسية عن طريق متابعة الاحداث السياسية حضر الندوات المؤتمرات المناقشات السياسية الانخلاط حتى في عضوية الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية هويتهم تطوير قدراتهم ترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكيتهم تمكين وتعزيز حضرهم تحقيق تطلعاتهم ايضا محافظ أصيوت اكد ان نزول الناخبين الى اللجانة الانتخابية ده يعتبر واجب وطني وحق من حقوق الانسان وبيعكس امام العالم عظمة هذا الشعب المصري الكبير ليكون نموذجا يحتزى به امام الشعوب واشار ايضا لاهمية الفعاليات اللي بتتمه والندوات ومثل تلك الحملات التي تنظمها الشباب والرياضة في رفع الوعي لدى شبابنا وتنمية روح الانتماء والولاء وايضا المشاركة في حل المشكلات دون التأثر بالافكار السلبية اللي بتستهدف الاضرار بهذا الوطن اضاف ايضا على اجهد وكيل وزارة الشباب والرياضة بقى سيوت انه سيتم تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والاحياء خلال الايام القادم ده طبعا ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية عامة ولأطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار شارك الكلمة كلمتك لتنفيذ لقاءات توعوية لحس المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل عندي خبر تاني بعد كده وهو عن ان حزب المصريين الاحرار اطلق حملة شارك بصوتك لعنتها السفيرة سوها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج حضر اول اللقاءات احمد علي حسن مسؤول شؤون المصريين بالخارج وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الاحرار وده كان في اطار الحملة مع اقطاب الجاليات المصرية في ست دول خليجية وهم طبعا الجالية المصرية في السعودية والاماراتية والكويتية وقطر وفي عمان والبحرين للتأكيد على اهمية الحفاظ على مكتسبتهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية في اطار الجهود اللي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا الاجتماع ده جيبه مشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة والشؤون الجاليات والمستشار احمد بن داري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا للانتخابات دي كانت اهم اخبارنا يعني انا عجبني من الاخبار دي ان الاحزاب بدأت تظهر بدأت تختار بدأت تشارك هخرج بس الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله لسه لنا حوار مهم ابقوا معنا بجدد انتحية لحضراتكم مرة تانية وهدخل معكم على طول مباشرة في فقرتنا النهاردة وهي طبعا وعي المصريين وحكمة الرئيس في حل ازم فلسطين بس انا عايز اقول حاجة في الاول لن نتنازل عن سينان ومستعدون للتضحية بملايين الارواح من اجل عدم التفرط فيها هكذا جاءت اليوم كلمات دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جاءت برضا وسلاما لكافة جموع المصريين في اشارة واضحة ان سينة خط احمر وانها ارض مصرية خالصا رسالة رسالة لكل من تسول له نفسه التفكير او الاقتراب من ارض الفيروس وسط هذا المشهد وهذه المخططات الغربية نحن على موعد بعد اقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المصرية التي تأتي في توقيت حرج خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية والعنف الاسرائيلي مع ذلك مصر مستمر وتمشي قدما في ملف الانتخابات الرئاسية لانه استحقاق شعبي ودستوري لكل المصريين طيب حول هذا المشهد هتدور فقرتنا النهاردة مع الكاتب الصحفي بلال الدوي هو ايضا خبير العلاقات الدولية في هذا الامر اهلا بك استاذ بلال اهلا بحضرتك واهلا باستاذ المشاهدين وفي البداية طبعا انا عايز اقول لك حاجتين عايز اقول لك منور قناة المحور ربنا يخليك وانا باشكر طبعا على دورك طبعا في الراديو بصفتك من وجهة نظري طبعا ربنا يخليك كالليك دور كبير جدا في الوعي في فترة 30 يونيو 2013 فانا مبسوط ان انا متوجد معاك النهاردة في قناة المحور الله يخليك تاني حاجة باشكرك على الربط بين اللي حصل النهاردة في سيناء وجود رئيس الوزراء ودور الرئيس السيسي في التعامل مع قضية فلسطين والاحداث اللي فلسطين تمام والام اللي احنا بنتكلم عليه تمام يعني رؤية واضحة و ندخل بقى في الموضوع بتاعنا طيب يلا بي اشخرك الاول طبعا على الترحيب وحضرك طبعا منورنا ومشرفنا ضائم الوزراء خلينا اكلمك بقى بما احنا اتكلمنا عن مسألة الربط قال عندي احداث في غزة ملتهبة عندي ابطاء جدا من الجانب الاسرائيلي ومن يدعموه من الغرب في مسألة الهدنة او ان كانوا بمعنى صحهم رافضين لها حتى الان الا الى ان يضطروا لي وعندي ايضا انتخابات قادمة واستحقاقات السورية من اهم الاستحقاقات التي من الممكن ان تمر على مصر في هذا التوقيت رؤيتك ايه؟ يمكن احنا في الوقت العصيبي اللي مصر بتمر به خلينا نقول ان احنا نحمد الله على ان رجل في سقل وخبرة الرئيس عبدالفتاح السيسي يجلس على كرسي الرئاسة في مصر ليه؟ لان احنا لو جبنا استنبا لرئيس الجمهورية اللي احنا عايزينه عشان يحكم مصر في الوقت الصعبة دي في التحديات اللي بنقابلها والمخاطر اللي بنقابلها مش هنلاقي الا رجل تولى مدير مخابرات حربية تمام رجل وزير دفاع سابق وصعد بارادة الشعب اختاره ليتقلد الكرسي الرئاسة وبناء عليه احنا امام رجل يعلم العلوم العسكرية ويعلم الامن القومي ويعلم علاقات دولية طيب تعال انطبق اللي احنا قلنا عليه ده في الاوضاع اللي احنا شفناها من 2013 تمام جميع ده احنا بنتكلم سياسة طبعا وبنتكلم معلومات وارقام ما بنمدحش الرئيس السيسي تعالوا نتكلم 18 خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي تمام منذ ان تولى رئاسة الدولة المصرية في مركز اعتدال في السعودية بحضور دول عربية ودول اسلامية والرئيس الامريكي ترامب في افتتاح مركز اعتدال كان ليه خطاب هناك كان ليه خطابات متعددة في الاول المتحدة كان ليه خطابات متعددة في جامعة الدول العربية واكتماع القمم الرئاسية في جامعة الدول العربية كان ليه خطابات رئاسية في الداخل المصر ذات نفسه وخطابات تقلده في 2014 و2018 الخطابات دي كان فيها ايه؟ عملية استشراف للي احنا شايفينه دلوقتي تمام ايه هي الاستشراف؟ كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يقول لها علنا ان الاستقرار الاقليمي في المنطقة العربية لن يتحقق الا بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية طب كده وخلاص؟ لا ده تبقى لقرارات الشرعية الدولية من الامر المتحدة ولابد من عودة الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني قبل 65 و 67 وعاصبات دولة فلسطينية وعاصباتها القدس الشرقي الكلام ده في خطابات الرئيس السيسي مش قبل 17 اللي فات لا ده من اول 2014 لحد الايام الاخيرة يعني على مستوى سنوات عديدة وشهور طويلة جدا لن يتحقق الامن والاستقرار كلام علنا قدام ترامب قدام العالم كله لن يتحقق الامن والاستقرار في المنطقة الا بعودة الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني كلامه بيتقال للدول كلها وبناء عليه بعد عملية التصعيد الاخيرة احنا شفنا ان مصر كانت الدولة الوحيدة التي تقول في السر ما تقولها في العالم الرئيس عفتاح السيسي اعلن صراحة المخططات اللي احنا كنا بندرسها في كتب كنا بندرس مخططات يقول لك ده هم عايزين بتقلقنا كده في العلوم السياسية بتقلقنا كده ان في جزء 720 كيلو متر موجودين في رفع الشيخ زويد بطول الساحل لحد قارة الريسة 32 كيلو حتى الحدود المصرية مع غزة كل ده مصر هتسيبه جزء ده لغزة وغزة تاخد من شعرت مين ومصر تاخد جزء من زحراء النقب طب مقابل ايه مقابل محطة تحليط مية تتعمل بـ 500 مليون دولار ومش كده وبس لا ده المية لا تطلع نتقسم بين مصر وغزة واسرائيل شغل استعباط لو اسقاط يوم بما يعني ما انا هقول لحضرتك بقى ما احنا لسه دخلين في ليفل تاني تعالوا بينا المحللين الاسرائيليين اللي بقوا يطلعوا في قنوات كتيرة جدا اليومين دول واحد محلل يقول لك انا نائب وزير الخارجية الاسرائيلي وهو اصلا يعني هو معروف انتباؤه يعني وكان ماسيك منصب قبل كده في اسرائيل واحد يقول لك خابري استراتيجي وكان له جيش قبل كده هناك في الجيش الاسرائيلي جيش الاحتلال يقول لك ايه طيب الديون المصرية يتم اسقطها وناخد شعر في كله 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 تعرف اخر حاجة بقى نشرها باحث روسي ونشرتها ونشرها موقع روسيا اليوم بيقولوا ايه بيقولوا لأ احنا يحصل عملية انتوا مش عايزين تبادل الاراضي والرئيس سيسي اعلن على طول مع سونك رئيس الوزرائي البريطاني واعلن مع المصر الالماني واعلن كده ان مصر الكلام الحرك قلته مصر لن تقوم بدو لن تسمح بتصفيت القضاء الفلسطينية ولن يسمح ولن تسمح ابدا بحال القضاء الفلسطيني بتصفيت القضاء الفلسطينية على حساب الارض المصرية ليه لان الارض المصرية غالية علينا لان مصر سينة بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا سينة سياحة سينة سروات سينة دفعنا فيها الدم في 73 وعدت كاملة لنا والحمد لله بنساطر عليه طيب احنا كنا بنقول ان المخطط عمالية بلور كل شواء طلعونا مخطط تاني كل مرئيس سيسي يعني يبطل المخطط بتاعهم يطلقوا حاجة تاني المخطط بقى اللي كشف عنه الباحث الروسي اللي انا قلت الحرك عليه ونشره موقع روسيا اليوم والاسبوع اللي فات بيقول ايه بقول طب انتو عندكو شواء كتير الرئيس سيسي عمل شواء كتير في العشر من رمضان وفي اكتوبر والشواء فاضية مش انتو بتقوله استثمار يا مصر ايوا بنقول استثمار طيب احنا هنشتري الشواء دي نحط مليون في اكتوبر ومليون في العشر من رمضان تمانية مليار هنا وتمانية مليار هنا هشتري الشواء الشواء 95 متر وبناء علي نتفع فيها كذا يبقى معاكو 16 مليار دولار كاش طازجة يقولك طازة طازجة يعني هيخش البلد انتو بتقولوا كده وعدلتوا قانون استثمار ايه خلاص اللي بياخد شواء بيسمع بياخد الجنسية وينصهروا في المجتمع المصري مصر هتروح شمال هتروح يمين مصر رافضك كلام اللي سيادتك قلت في المقدمة عشان انا قلت لك المقدمة اللي انت قلتها لطيفة وجميلة وبتعمل الشعب وعي اللي بيسمعنا دلوقتي انها تعمله تهجير مش موافقين استثمار مش موافقين هتشتري شواء مش موافقين احنا موافقين على الحاجة واحدة بس قرارات الشرعات الدولية اللي هي بتقول ايه اخرج من الارض يا اسرائيلي انت محتل مصبو بعد قبل 5 يون و 67 ستوب ارجع احنا حملين على عاطقنا احنا كمصر يعني طب احنا بنقول كده لي دلوقتي لان احنا شفنا بعنينا في 2012 و2013 كانوا بيقولوا كلام ما انظر الله بينهم من سلطان نصبو كان في حور من 3 ايام السفير الفلسطيني في الرياض كشف مفاجآت مدوية احنا كنا نعرف ايه احنا كنا نعرف ان محمود عباس ابو مازل رئيس الفلسطيني قال ان مرسي قال لي اخدوا ارض او هنوديهم في شبرة مليون واحد ده اللي احنا عرفنا لا ده السفير الفلسطيني في الرياض كشف مفاجآت مدوية ان الرئيس ابو مازل قال للمرسي طبعا مرسي ده خاين رسمي خاين برخصة يعني بحكم قضاء نهيئبات ده ما فاش كلام ان السفير باسم الاغل اللي هو السفير الفلسطيني في السعودية قال ايه قال ان الرئيس ابو مازل اعطى له دشا ساخ باردا ايه بقى ابو مازل قال له ايه قال له انت عايز تصفى القضاء الفلسطينية وتقعدهم في سيناء او تقدهم شبرة طب وبعدين ان فلسطين بالنسبة لنا وطن فلسطين بالنسبة لنا وطن ولن يقبل فلسطيني الذهاب الى اي مكان في العالم وسيكون مناضلا ومحاربا من اجل ارضه طب احنا بنقول كده ليه بنقول كده عشان خاطر الاشقاء في فلسطين لو خرجوا من اراضيهم القضاء انتهت لا هم على فكرة اصد بلال هم ادركوا هذا الكلام واعلنهم مرارا وتكرارا ان احنا نموت على ارضنا الوطن او الكرام بعد ما دوضة اصبح بالنسبة لهم منتهي انا بكلم كده عشان فيه بعض الناس وبعد المحللين اللي بيطلعوا في القنوات المعادية معروف ان هم ضد مصر طبعا اي اجابات عنهنا في مصر يحولوها السلبيات بالباطل بالكذب اي شيء يطلعوا يقولوا ايه يطلعوا يقولوا طب ليه مصر ما تاخدش مش عالف طب الله هو حدك بتكلمنا ليه انت بتكلمنا ليه هو انت يا مصري يعني احنا هن مليون والقضاء تنتهي طب وقراط الشرعات دولها فيه قراط 67 فين انا اقول لك هناك دولتين حل الدولتين مصر بتقوم بدور غير طبيعي في الازمة من 7 اكتوبر انا بسميها جيم ناجح جدا 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 دبلوماسيا طبعا دبلوماسيا مش خارجية بس دبلوماسيا كل حاجة وده اللي احنا شفناه في المساعدات اللي الدولة المصرية بتقدمه 117 شاحنة حتى الان عبرت طب خليني اقف معك في نقطة يبني انها جبنا قرارات الشرعية الدولية يعني انا حزين من الامم المتحدة في ما اصدرته خلال اليومين اللي فاتوا تحديدا انها ترفض القرار العربي وقف اطلاق النار وتوافق على هدنة انسانية فين المنطق في ده خليني نتكلم بقى بصراحة نبتكلم بصراحة انت دايما احنا في الراديو نبتكلم بصراحة لو هنا نتكلم بصراحة يعني بيعمل شغل جيد مع الناس الحمد لله والناس بتحبك يعني بتسمعك الله يخليك حقيقي يعني الله يخليك فخليني نتكلم بصراحة جوتيرش انا من وجهة نظري قام بذرور مهم جدا ولكن الزكاء ان مصر تعاملت مع جوتيرش بمنتهى الحرفي جوتيرش رح رفح وشاف ان مصر الشاحنات والمساعدات الدوائية والغزاء مزبوط وكل حاجة موجودة ومستنية القرار وبناء عليه هو شاف اللي فرفح وشاف ان مصر مستعدة ازاي لدخول المساعدات البيانة اللي طلعه جوتيرش من وجهة نظري من وجهة نظري الشخصية رغم ان الامر المتحدة يعني مفيش في ايديها اكتر من اللي عملته انا احنا شايفين كده بدليل ان صديقي واخوي وحبيبي قاله اكتر من عشر سنين محمود الهباش اللي هو مستشار الرئيس الفلسطيني كان بيكلم الصبح النهاردة قال لي لابد ان يتم الضغط على امريكا من اجل تنفيذ قراراته الامر المتحدة ده محمود الهباش الرجل التاني في السلطة الفلسطينية اللي هو مستشار رئيس ابو مازي كان بيكلم قال لي احنا عايزين نضغط اكتر عايزين نضغط اكتر على امريكا مش الامر المتحدة لان امريكا هي التي تتاند اسرائيل وده واضح تماما بلينكين موجود لويد اوستن وزير الدفاع موجود بايدن موجود وكل دول موجودين واثنين حملاتها احنا بنتكلم على الامر المتحدة انا بقول ان الامر المتحدة اللي عملته اسرائيل ليست فوق القانون طب مين اللي بقول كده احنا سبعة طول عمرين من امتى من قبل 2014 من قبل 2014 بس مين اللي بيطلع يقوله في خطاب في خطاب مركز اعتدال الرئيس السيسي قال كده احنا بنقدم صيغة معينة لكيفية مكافحة الارهاب ومن هو الارهابي ومن يدعمه وموقول ده تحت بند الارهاب الا ان لن ينتهي الارهاب في المنطقة ولن يعمل امن والسلام في المنطقة الا بعودة الحقوق والمشروع كلام مفهوم للناس كلها ومفهوم للقادة والزعماء اللي كانوا موجودين ليه لان وقتها وقتها كان بيتقال ان في صفقة القارن قنوات الاخوان في الخارج الخوانة بيقولوا ان مصر صفقة قارن كلام عبيد كلام كده يعني وغير صحيح احنا انا ذات نفسي سألت وزير خارجية سامح شكري كان صديقي وصديقك السيد الكاتب الصحف احمد ناجي امحا كان عامل في مجالة السياسة الدولية كان عامل ندوة عن التدعيات الدور المصري في مسندة الأدال فلسطيني وحاضر الندوة سيد عبو حسن سلامة والكاتب الصحف احمد ناجي امحا رئيس حريسة الدولية وكان حاضر سامح شكري فتح باب الاسئلة انا قمت ويقولت له يا فندم بعض الناس بتتكلم عن وجود صفقة قارن قال لي الكلام ده غير صحيح صباح لن نسمح ان احنا من زمان الدبلوماسية المصرية هي الدولة الوعيدة التي تعمل عدخها دفع القضايا الفلسطينية الى الحل من امتى مصر يا سيد بلال انا قلت لغد الكلام ده غير صحيح طبعا لا احنا معنى راشي الكلام ده احنا اتضح ان الله في صفقة قارن راجه واحد مش راجهين زي ما عشرت في الاول تعال بقى هم بيقولوا ترويجات وكلام غير صحيح ان في صفقة قارن وكلام عبيد كده وما حصلش طبعا منطقة اقتصادية وكيف يموافق عليه تملك الاراضي ده هو الحوار اللي نرسلتك الحوار اللي نرسلتك عليه اللي هو باسم من اغل السفير السعودي السفير الفلسطيني في الرياض قال الكلام ده قال لك ان مرسي قال لابو مازن ده تاني مش ابو مازن اللي بيقول لا ده منستشار اللي كان قاعد قال لك ان الرئيس المرسي اللي كان بيحكم مصر قال كده لابو مازن قال لالله احنا نقعتهم في شبرة ولماذا لا يكون اهالي غزة يسكنوا عندنا في سيناء ويتمتلكوا الارض ده مين اللي بيقول ده الخين اللي كان في كورس الرئاسة في 2012 بيقول لابو ماز ابو مازن رفض يعني الكلام ده واضح زي الشام طبعا احنا بنين في بقى عكس صفقة القرن وعكس التهجير وعكس الكلام ده ايه هو النفي عشان دي بقى علامة كتاجر للي بيقوله الكلام ده في قنوات الخارج واحد تعمير سيناء اللي اتكلم عنه رئيس الوزراء النهار وحضرت الكلمة عنه في بداية اللقاء نقطة ره تعمير في سيناء اثناجة صدري اثناجة صدري اثناجة صدري حقيقة تاليا اه في مؤتمر حكاية وطن كتحارك حادر اه في الفندق الماس في عرض في عرض الام بي البرزنديشا الام بي وزير الزراعة اتكلم على ان فيه مستقبل مصر مليون ونصف فدان ومشعرف الوادي الجديد وفوادي النترون وبعد الحاجات قال له انت ليه الرئيس لما قاطع وزير الزراعة وقال له انت ليه ما اتكلمتش عن الارض الزراعية اللي احنا بنقوم باستصلحها وخلاص هتخلص ربعمائة الف فدان في سينة قال له فاندم انا بتكلم على الجاهز سينة ربعمائة الف فدان زراعة سينة انفاء سينة مساكن سينة مصانع مصانع رخام مصانع اسمان سينة مساكن ضخمة جدا سينة مشاريع لم يحدث في مصر تنمية لسيناء في الفترة اللي فاتي دي كلها الا في العشر سينة الاخرى دول لان انت كدولة طهرت سينة من الارهاب طهرت سينة من ست معسكرات ارهاب كنا كده بنتكلم ست معسكرات ارهاب رفح والشيخ زويد وقارية الجورة وقال له ايه ده ده كان عندك محارة ارهاب خاص بالله اللي بتتكلم فيه انت بتتكلم ان انت سينة محافظ الشمال سينة تحديده عشان نبقى وطحين مع الناس لك اتمرتع صحة ولا غلط احنا بنتكلم كلام خلاص تعرف وبقى كلام كتب وكاتل اجلسة وخبرات دوله وجابة للحلال لو تفتكروا كان معا كان معمول فيه زي لما رجالتنا جراحوا جابوا الناس من هناك احنا كنا الاول كنا الاول بنتكلم لما كنا بنتكلم عن الارهاب قبل 2010 ما كناش عندنا حاجة خالص اللي حاجة واحدة تنظيم التوحيد والجهاد اللي هو تسبب فيه تفجيرات طابة وتفجيرات شرم الشيخ وتفجيرات ده 2004-2005-2006 يا شعب مصر التلت تفجيرات دول كانوا بيتموا في وقت اعياد قومية المصر عيت عرسينا انت صار حرب اكتوبر الثالث صور الثالث وعشرين يوليو الله العيال دي كانوا طبعا معروفين ان هم كانوا على افكار تنظيم جهاد المصر وبعدين في نقطة تانية لما جينا 2011-2013-2013 التنظيم الواحد ده اصبح اكتر من 13 تنظيم يقودهم مين بقى اخطر ارهابي من وجهة نظري في التاريخ اخطر ارهابي في التاريخ عبدالعزيزة الجمل المسؤول عن الجالب العسكري لتنظيم القاعدة رسميا مش انا اللي بقول ده مرسي طلعوا مرسي طلعوا من السجن اول اسم يطلع من السجن بعد ما تولى مرسي الرئاسة اول اسم عبدالعزيزة الجمل تعرف انا ما شوفت الصورته عضو اللي بعده هو ما طلعوا تخيل دي بعد ما طلعوه بدأ يسلموا على بعض والتفاهم الاجتماعات كنت اول مرة اشوفه ده طلع مرسي اول امضاء منه بعد ما طلع الارهابيين عبدالعزيزة الجمل المسؤول عن الجانب العسكري في تنظيم القاعدة وكان موجود في السجن وخرج مرسي اللي خرجه اتنين طيب اذا ازينا كنوني خبر عاجل ده اتفضل عندنا خبر عاجل نقل عن القاهرة الاخبارية ان معبر رفع خلاص هيتم فتح الاستقبال الجرحة من اول من بكرة ان شاء الله ادي الشغل بقى وادة دبلوماسية وزير الصحة كان موجود النهاردة وكان موجود من اسبوع وقال لك احنا قادرين على استقبال الاشقاء الفلسطينيين اللي موجودين في غزة وحتى المستشفات مجرسة في سينة المستشفات اللي في الاسماعيلية اللي في السويس يا فان دا احنا مجهزين تبعا محبزها دا الكلام دا لما راح وزير الصحة من اكتر من 10 يوم فاحنا بنتكلم لازم الشعب المصر يعرف كده لازم الشعب المصر يعرف كده ان سينة ما بتعملش فيها تنمية بس دا سينة عشان يتعمل فيها تنمية لازم من اول تطهرها من العفاريتي الزرق اللي كانت جاياننا ارهابيين اللي طلعوا مرسي واللي جابهم خارط الشاطر انصهروا مع بعض وشكلونا 12 تنظيم المحترمين الشرفاء الامناء على البلد الجيش والشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي عشان محدش يقول ان احنا بنمدح لا احنا لا نتودر لاحد ولا نتقرب لاحد احنا بنقول حقيقة بنقول ان محمد مرسي طلع الارهابين من السجن فطاح للارهاب تنظيم قاعدة رسمي ابو العالى عبد الربو اللي قتل فرق فودي واعترف في التحيات واعترف قدام النياب احنا بن هو احنا هننسى لهو ايما الزهوري كان انكر انه قتل السادات ولا ايه اعترف الكلام ده محمد الزهوري كان موجود كل ده كل ده تعرف كل الشكر والتقدير لازم نقول للشعب ان احنا كنا فين وبقنا فين كنا في معسكرات تدريب موجودين في سينة برعاية رئاسية من محمد مرسي واعوانه والتنظيم اللي قال عليه الرئيس السيسفي في خطاب واحد ثلاثين خمسة لما حصل فيه هجوم في سينة قال عليه تنظيم في اقوى حالاته ليه بقى التنظيم في اقوى حالاته اللي اخوان كان تنظيم في اقوى حالاته ليه لانه وصل للسلطة في بعض الدول طبعا وبعض الدول كانت بتتعاون مع التنظيم فكان في اقوى حالاته وصل للسلطة في مصر فاحنا بنتكلم على قبل ما نتكلم ونقول تعظيم سلام الرئيس السيسفي انه عمر سينة لا هو ما خدش سينة كده دواخد سينة فيها ست معسكرات تدريب باثنشر الف ارهابي من الارهابين الفطاحل اعضاء في تنظيم القاعد واللي كان يقول لك ايه قد كده معاه اجناد مصر انصار بيت المقدس اكنف بيت المقدس انصار السنة ولاية سينة ولاية سينة داعش كله 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 هشام عشماوي كل ده فبفضل الله وبفضل مجهودات الجيش والشرطة والقائد والقائد لازم نقول القائد والقائد اللازم اتخذ القرار انها انتهر سينة ودينة ابن ابني اتبنت هي اتبنت سينة فيها تعمير كتير جدا 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 وشركات شغلة كتير وعمار احنا شفناه وشفنا مساكن في رفع والشخز ويد والعريش هي العريش كانت كده هو كان في طرق في سينة يا رسول بلال هو كان في نافق ده كان التمعدية زماننا كلهم وكانهم بخشب وروقف ونستنى اللي يجي واخر واحد يعاد يرجع تاني بيها هو ده اللي احنا عايزين عايزين نحكم نحكم عقلنا كنا ايه وبقنا ايه وبعد كده نحكم انت في العلم السياسية لما تيجي تحكم عن حاجة تقول فيه متغير المتغير ما قبل المتغير وما بعد المتغير سبع اكتوبر متغير هل الاحداث في الشرق الاوسط قبل سبع اكتوبر هتكون بعد نفس الاحداث في الشرق الاوسط بعد سبع اكتوبر لا طبعا لا طبعا احنا فجئنا لقينا كل الخبراء العسكريين ووزراء في الجيش الاحتلال عمانين يقولوا هجروا هجروا المخطط اللي كنا زي ما قلت حاجة بندرسه في الكتب المخطط تقال على الهواء مشارة طلع الرئيس السيسي اجهد ده كله طبعا طب ليه بقى الرئيس السيسي عمل كده من وجهة نظرة برضه ليه لان رئيس السيسي قدامه مية وخمسة مليون بيقولهم يا شعب مصري خلي بالكم احنا بنرفض التهجير هو رئيس السيسي بيخاطب الداخل قبل ما بيخاطب الخارج على فكرة ليه لان هو رئيس السيسي بيقول ليه انا الداخل هو اللي بيدينه قوة طبعا طبعا هوطول عمرو براهن على مين يا جزيز بلاد براهن على اللي نحن بالضبط وانا لا انسى لما فقال انا لو طلبت من المصريين يخرجوا عشان يعبروا على رأيهم في مسألة التهجير القصري هينزلوا يملو الملايين ده كانت هديد لمين للعالم كل للعالم كله صح ان الرئيس السيسي بينطق بما ينطق بيشتعب المصري بالضبط كده كل اللي بيحصل في غزة حرب غير شريفة حرب غير شريفة ليه لان دولة تحتل أرض عليها ان تخرج من هذه الأرض وتدعي على من يطالبون بحقهم انهم ارهابيين احنا بنتكلم عن حاجة تانية عايزة اقول الحرك عليها في حرب ده الحرب شريفة يا راجل يا راجل حرب شريفة بيسلم الأسرة شفت انت استنى بقى ما تفخر استنى ما تفخر بالمحل بقى شوية بما ان انا محلاوي يعني الصورة اللي انتشرت مريب ان قالك ان في أسرة 73 سلمناهم بالبيجامات الكستور بتاع المحل فدلوقتي عايزين نقول حاجة عايزين نقول حاجة احنا حاردنا بشرف وصنعنا السلام بشرف ينفع يا جيش الاحتلال الاسرائيلي تقوم بقتل المدنيين هذا ليس شرف تنفع المنظمات الدولية الموجودة في غزة تضرب المنظمات دي هذا ليس شرف في الحرب تنفع ان الاطفال اللي موجودين في المستشفى تضربهم بالقنابل الفسفرية والسوريخ الفسفرية والاخر تقول ان انت بتحارب حماس لا 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 انت تحارب حرب غير شريفة ينفع المنظمات الموجودة في غزة منظمات دولية تقوي ستمائة الف فلسطيني صحيح بيريسيبوا البيوت ويروحوا يقعدوا في المنظمات زي الانروة والحاجات دي كلها والمستشفيات المعاملين كل دمه ينفع ينفع تضربك طب انا فاضل دي اتقول رسالة ايا فيها يا سبريل اقول لمصر ان لا انا متطمن لازم اقف كده واقعد واقول ان انا متطمن ليه متطمن لان هناك قيادة وعية قيادة لها شعبية طاغية لها شعبية طاغية الرئيس السيسي يقف على قدمين سابتتين في التعامل مع ازمة القضية الفلسطينية مع الازمة الاخيرة في غزة والدليل اللي احنا شايفينه ده اللي هو المساعدات طب فتح المعبر المصابين مصر عملت جيم دولي دبلوماسي لم يسبق له مسيل عزا اتكلم على قمة القهرة للسلام عزا اتكلم عن اجتماع مجلس الامن قوم المصري عزا اتكلم عن العرض العسكري عزا اتكلم كلمة الرئيس في حكاية وطن عزا اتكلم عن كلمة الرئيس في المؤتمر اللي حضرته يوم السابت في اتحاد الصناعات كلام موجه للرأي العام المصري بيقول ان الدولة المصرية قوية امنها قومي لا يمس بشكرك الدول كاتب الصحفي خبير للعلاقات الدولية نورتني وشرفتني ودائما موجود معنا في قناة المحور انا بشكرك دائما انا بهني الناس والمشاهدين ان هم بيشوفوك كل يوم لانك راجل من المزيعين المحترمين الوطنين طبعا ودورك في 30 يونيو كان جميل لازم انا اقولك الحمد لله اشكرك شكرا جزيلا يعني بكده انا رضا حلقتنا انتهت من مصر هنتخبلك لكن الكلب بيستمنتهيش ان شاء الله حلقة قديمة بخرة في نفس موعد